مسسل طيب الحلقة التسعة الصور من جوا الحلقة هنقل انا جدا على بنتها وبتقول لجوزها محمود ان الساعة تسعة ما جاتش الحدي دلوقتي في حين انها وصلت عند صارة وصلها وسام بعد ما تقابل معها طبعا وراحت علشان خاطر تدخل بصرعة تغير عشان ترجع بيجي محمود وبيخبط الباب والحصن حظاها كانت خلاص غيرت هدومها وكانت خارجة محمود اول ما بيشوفها صار بتعتزله انه ما كانوا بيسلفوا وكانوا بتكلموا وهي هي كانت ترجع دلوقتي بيخدها وروح بيها ريتا موجودة في الجمع علشان تعرف ايه اللي بيحصل بالزبط من ورا دهرها عزرة بتتصل بطيبة وبتقول لها اتأخرتي ليه تعالي دلوقتي حدا وراك الشغل كانت معه سام وبتقول لها انا لازم ارحب معادي علشان خاطر لو ملحيتش معادي حد تاني حياغدو بيقول لها انه بيحبها وبتنزل طبعا هي بتشتغل هنا ومش معرفة حاجة هو عارف ان هي غنية ومبسوطة من لايه بعد كده ريتا بتبعت رسالة للجامعة والادارة الجامعة بتقول لهم ان اللي اسمها طيبة دي بتتاجر في المواد المخطرة وبتبعت لهم الفيديو بتاعها وانها بتتاجر في الحاجات دي وده اكبر دليل من لايه بعد كده ابراهيم بيطلب الفلوس اللي كان مدينها لمحمود محمود بيقول له يعزورني معيش فلوس دلوقتي يعني معزور شوية جات حناء وندهت على جزهة ودت له خمسمية وقارت له خدي فلوس دي انا كنت محوشها خمسمية الف طبعا بياخدهم منها هو مبسوط بها جدا علشان خاطر يقدر ان هو يدفع الفلوس لابراهيم وبيدفعها لابراهيم بالنسبة ليه موسام كان قاعد بياكل مع مامتو ومع ريتا مامتو بتقول له لازم توديني علشان خاطر تفسحني وتوديني مطعم بيقول لها احلى مطعم في العالم اقدر وديهوليك لكن ريتا بتقول انا اعمل ايه بيرود يقول لها المعلبة عندك مالية المطبخ بتدهي طبعا جدا ومامتو بتحاول تبصر عشان يعني يبطر يغلس عليها ويعملها كويس طيبا موجودة في الصالون ومسكة رجل واحدة وبتعمل لها بديكير وملكير طبعا وهي مش قادرة او حسن بيتزل بسبب الشغلانة دي مرة واحدة بتيجي ريتا على المحل ده علشان تعمل شعرها وبيستقبلها عدرة لكن بتجري بسرعة طيبة علشان تقدر تغير هدومها ومتشوفهاش بعد جدا بتخرج وعزرة طبعا كاي بمتفقه معاها وبتقول لها معلش يا مدام بريتا دلوقتي احنا عندنا طيبة وعندها دور ولازم تاخده بتتغاز جدا اما بالنسبة ليساعد بيطلب فلوس من اخته سالوه كالعادة وطبعا هي بتقوله عايز كام ويلا عشان تمشي قبل محمد ييجي سارة بتحب هيسم وعملها بتتفرج على صوره بتخش مروه بتغلس عليها شوي بينما طيبة بيوصلها وسام وهي ماشية طبعا بتغير هدومها بتلبس الهدوم بتاعها عشان محدش ياخد دالو بيجي واحد على موديسيكل وبيسرق شنطتها بتفضل تجي الورا لكن مش بتلحقه لكن بيطلع ماجد وبياخد الشنطة من الراجل وبيديها لطيبة فتبقى مبسوطة جدا وبتشكره جدا بعد كده منلاقي مروه قاعدة بتبعت لساعد رسير وطبعا من وراء اخوها اما في الجامعة فكان فيه واحد جاي بينادي على اسم طيبة بتروح تشوف في ايه اما بالنسبة لحامد اللي كان بيشكر محمود على ادارته يرحق له وقد ايه الادارة بتاعت قدارة كويسها والحقل بقى كبير جدا ومن اكبر الحقود الموجودين في البلد طيبة بتروح علشان تشوف الادارة بتاعت الجامعة عايزين ايه بيدوها الفيديو وبتشوفه بتفضل تعيط وسام واقف برا ومش عارف ايه مصير طيبة وجايبينها هنا ليه طبعا اول ما شافت الفيديو فضل تعيط وطبعا ما قدرتش تقول ولا كلمة وقالوا لها ان فيه قرار فصل ليك علشان بيقول انك انت بتجري في المحبوب المخدرة والفيديو ده بيظهرك ان انت زي ما تكوني مسطولة او مش فوعيك بتبقى متضايقة جدا وسام بيدخل لي يعرف في ايه لسا بيورول الفيديو دارت بسرعة اللابتوب وقفلته عشان ما يشوفش الفيديو لكنه مصر ان هي بريئة وبيقول ليه اللي موجودين معلش هي معملش اي حاجة نور مصار وقفين برا عشان يشوفه في ايه بالضبط ونور طبعا خاجلنا من نفسها جدا لان هي السبب عشان كان في عيد ملاتها سالو بتقول له جوزها انها اجازة النهاردة وحتوعد معاه وبلاش الشغل بقى النهاردة لكن بتجي له مكالمة من ليلة فبيضطر الرض بتدايق جدا لكنه بيقول لها معلش شغل ضروري اما بالنسبة لماجد اللي بيجي فرحان جدا وبيقول لهناء ومحمود ان هو خلاص اتعين طيبة خلاص مفروض انها هتتفصل والقرار هي بكرة هيظهر بكرة طبعا بتخرج ويها متضايقة جدا من قوضة العميد وبتبقى متضايقة ومعها سارة وبتخرج وتبص كده على نور وبتمشي وسام بيدخل يتحايل على الموجودين جوه والعميد والناس اللي موجودين في ادارة الجامعة ان هما ما يخلوش طيبة تسيب الكلية علشان خاطر اهلها هيموتوها لو عارفوا السبب طبعا بتبقى متضايقة جدا وبتروح مع سارة وده كان منخص الحلقة علشان خاطر اهلها هيموتوها علشان خاطر اهلاب